أبقت شركة مارسك الدينماركية على خطط لتمرير أكثر من 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر وذلك في الفترة المقبلة على الرغم من هجوم في مطلع الأسبوع على إحدى سفنها في المنطقة وأبقى شركة مارسك يوم الأحد جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة فقط بعد محاولات قوات الحوثي الصعود على متن سفينة مارسك حانكتشو على الرغم من أن طائرات هليكوبتر عسكرية أمريكية صدت الهجومة في نهاية المطاف وقتلت عشرة مسلحين شهدت وزارة البترول وثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم ما بين شركة أبو قير للمغذيات الزراعية ومجموعة A-BB العالمية وشركة MPS لحلول البنية التحتية المستدامة وشركة بيتروجيت ذلك لإمداد مشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية بالهايدروجين الأخضر والكهرباء المتقددة اللازمين لإنتاج الأمونيا الخضرة يتمتع قطاع البترول بإمكانيات متميزة وقدرات كبيرة في مجال البنية التحتية يحرص دائما على العمل ضمن منظومة تعاون وترابط مع القطاع الخاص لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال البترول والغاز والطاقة الخضراء وإلى أسواق المال مشاهدين حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمنشرات وذلك في أول جلسة تداول في العام الجديد 2024 مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مال التعاملات الأجانبية البائعة وذلك وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه ربح رأس المال السوقي بقيمة 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.753 تريليون جنيه وإلى مؤشرات البرصة حيث يرتفع معاشر EGX30 بنسبة انبلغت 2.44 في المئة مغلقا عند مستوى 25500 ونقطة واحدة كما يرتفع معاشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة انبلغت 3.6 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 5640 نقطة فيما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة انبلغت 2.93 في المئة مغلقا عند مستوى 8111 نقطة وإلى أسواق البترول العالمية التي شهدت أسعار النفط فيها ارتفاعا قويا بنسبة ان تصل إلى 1.5 في المئة وذلك في مستهل التعملات السنة الجديدة 2024 بعدما تكبتت الأسعار خسائر سنوية تصل إلى 10 في المئة وذلك في العام المنصرم 2023 ارتفعت العقود الأجلة لمزيج برينت بحوالي 1.5 في المئة لتبلغ مستوى 78 دولار 55 سنة للبرميل كذلك قفزت العقود الأجلة الخامة الأمريكية بنحو 1.4 في المئة مسجلة 72 دولار 94 سنة للبرميل فيما صارت أيضا أسعار المزوط العالمية بنسبة انبلغت 1.45 في المئة لتصل إلى مستوى دولارين 2 ستة سنتات للدولار أو للتر في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة انبلغت 1.200 في المئة مسجلة دولارين 2.51 سنة وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكد التلفزيون السعودي أن المملكة بدأت رسميا عضويتها في مجموعة براكس بشكل كامل قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في أغسطس الماضي أن المملكة ستدرس كافة التفاصيل قبل الموعد المقترحي للانضمام في أول من يناير وستتخذ القرار الملازم مشيرا إلى أن بريكس قناة مهمة ونافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين عودة مجددا إلى نوها وسحر فإليكم شكرا جزيلا لك رجائي على تفاصيل